نعود إلى سعر القهوة سعر القهوة هو سعر خاضع لتسعير عالمية سوق عالمية ونقوله بورصة عالمية للبن تحدد حسب العرض والطلب دعني أقول أوضح بأن العوامل تغييرات المناخية أثرت التغييرات المناخية لشدها العالم الآن أثرت على كثير من السلع الأساسية بما فيها المحاصيل الزراعية وعلى القمح وعلى البقوليات لأن المساحات تقلصت من مشكلة النذرة على المياه الجفاف إلى غير ذلك فبالتالي الأسابيع والأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع كبير جدا في سعر البن في السوق العالمي ونحن بلد مستورد للبن من الطبيعي أنه إذا كنت تشتريها بواحد دولار ولا اثنين دولار للطن أو إلى غير ذلك لا أدري كيف يتسعر الأمور لما ترتفع إلى خمسة إلى ستة إلى سبعة دولار أنت رح تشتريها بالسوق العالمي وزيد لها مصاريف النقل إلى غير ذلك فلما تدخل إلى السوق إلى السوق الداخل إحنا عدنا في صناعة البن عدنا المحوينين هم اللي يديروا التوظيب والتحويل والتحميص إلى غير ذلك فلاحظنا بأن لو نترك الأسعار حرة وأن المستوردين تع القهوة والمحويلين واللي يحمصوها واللي يديروها التوظيب لغاية ذلك توصل إلى المستهلك الجزائري بأسعار فلنربما تتعدى 100 دينار للفنجال إذن إشكالية كبيرة فهذه هي هذا وهنا دور الدولة هنا دور الدولة في كل اقتصادية الدولة تتدخل لما ترى بأن ارتفاع سعر سلعة معينة يضر بمصلحة المستهلك ويضعف قدرته الشرائية فتتدخل بآليات قد تكون آليات دائمة أو آليات مؤقتة الآن الحكومة داروا بمجلس الوزاري مشترك ليشمل القطاعات الأساسية المتدخلة في مجال صناعة البن والقهوة إلى غير ذلك واستيرادها إلى غير ذلك ودالوا آليات تسقيف البسعار